استعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إنجازات مشروع المبادرة رئاسية حياة كريمة وأكد الانتهاء من مرحلته الأولى وقال شربيني إن الدولة بصدد البدئي في المرحلة الثانية والتي تشتامل على 1700 قرية ونجع بكافة أنحاء الجمهورية فيما ستبدأ المرحلة الثالثة خلال ثلاث سنوات وهي خطة عمل الحكومة أنا هتطرق لأحد أعزم المشروعات اللي بتنفذها الدولة المصرية وهو مشروع حياة كريمة اللي احنا بنشره في كوزيرة الإسكان الحقيقة يعني إن احنا نقوم بتنفيذه من خلال سواء الشرق القبضة أو الهيئة القومية أو الجهاز التنفيذي تلات جهات دول بيشتركوا في تنفيذ هذا المشروع وإحنا يمكن خلاص بنهاية ديسمبر هننتهي من إن شاء الله تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل وفي إن شاء الله بداية للمرحلة التانية اللي فيها حوالي تقريبا يعني بدكلم على 1700 قرية ونجع الحقيقة ممكن يعني مشروع ده مشروع مماز جدا وبرضو بيشترك معنا فيه كمان جهاز المركزي للتعمير بينشئ كل الخدمات اللي خاصة بهذا المشروع من وحدات صحية من ملاكس شباب من خدمات اجتماعية موجودة احنا عندنا فيهم زي مقر كده داخل كل قرية برضو للإجراءات والإدارية ده برضو بيتم إنشاء وتنفيذه المدارس كل الخدمات الحياة اللي بتعاني منها القرى الريف المصري يعني دي مستهدفة معنا في المرحلة التانية وإن شاء الله برضو هيبقى تباعا يعني على مدار ثلاث سنوات عمل الحكومة يبقى معنا كمان المرحلة التالتة بأمر الله تعالى هنشرع فيها والحياة ده ملف من أحد أهم الملفات اللي احنا شغالين عليها والحياة احنا برضو بنعمل حاجة جيدة جدا بنعظف دور الجهاز التنظيمي لمية الشرب والصرف الصحي وجهاز ده حاجة جهاز مهم جدا وحيوي احنا بيه بنعمل إحكام للرقابة والمتابعة لمنظومة عمل المرافق بالكامل بالنسبة للشركات والهيئة القومية والجهاز التنفيذي بحيث ان يبقى فيه نوع من أنواع المتابعة والتأكد من جودة المنتج اللي طالع سواء ميت الشرب النقية اللي بتوصل للمواطن او الصرف الصحي المعالج اللي بنوجهه على المصارف او بيتم استخدامه في الرأي طبعا اللي هو الصرف المعالج سلسي